ولمناقشة هذه القضية نرحب بضعيفنا من باريس الدكتور سانا بارك زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أهلا بكم دكتور سانا بارك وبداية حدثنا عن الوضع البيئي في إيران بشكل عام نعم بسم الله الرحمن الرحيم تهيتي لكم دكتور محمد وإلى جميع المشاهدين أعزائي المشاهدين لغنات الإخبارية حقيقة لما ندخل هذا المجال يعني مجال الكبارث البيئية اللي حصلت في أحد أو في نظام الملالي نشعر بشيء جديد أنا حقيقة لما كنت أقرأ هذه الآية القرآنية الكريمة التي تقول بشأن الحكام كالنظام الحاكم في إيران بأنه إذا تولى إذا تولى الحكم صاف العارز ليفسد فيها ويهلك الحرثة والنسل والله لا يحب الفساد لم أكن حقيقة عارف بالضبط ماذا يعني إهلاك الحرث الآن لما نقرأ أو لما نطابع ما يجي على السعيد البيئي الإنساني في إيران حقيقة نشعر بأن هذا النظام هو مصطاق أعلى لهذه الآية الكريمة أنه يهلك الحرثة والنسل وأقصد هنا كما أنتم أشرتم وجاء في تغريركم أيضا بالمآسي أو الكبارث التي حلت بإيران كبلد وكتاريخ وكهضارة وأيضا بالشعب الإيراني من خلال هذا النظام في مختلف المجالات هذه الكبارث حقيقة لا تعد ولا تهسى دكتور محمد مثلا في تغرير تبعكم أشارتم إلى غير التلوث هذا جانب من المآسي أو من الكبارث البيئية هناك غضية التصحر التصحر طبعا تعرفون أن إيران في منطقتنا هي منطقة يوجد فيها جفاف لكن عملية التصحر أصبحت عملية يومية كل يوم يتغدم التصحر وتنهي الزراءة والمحاصيل والغابات وكل شيء تشفيف الآبار والبحيرات هذا أيضا من جاء أخرى غضية أخرى التي كتبت عنها السعافة العالمية كثيرا مثل بحيرات الرومية هناك غضية نعم كورومية وكبختقان وكخليج قرغان هناك أمثل عديدة يقولون المسؤولون في هذا النظام أن هناك 600 بحيرة إيرانية على وشكل الجفاف أيضا هناك غضية مهاجرة هذا أهم شيء إنساني مهاجرة أهالي الغراء من الغراء بسبب التصحر بسبب الجفاف بسبب شح المياه بسبب هذه المشاكل إلى المدن وبروز ظاهرة غريبة جدا هي ظاهرة العيش في العشوائيات بالأشوائيات المحيطة بالمدن هناك حديث أن هناك الآن 20 مليون من أبناء الشعب الإيراني يشنف الأشوائيات إما في تهران وفي مشهد وفي إصفهان في محيط المدن الكبرى تعرفون طبعا قبل أن يأتي هذا النظام على الحكم في إيران كان حوالي 70% أو شيء أغل منه من أبناء الشعب الإيراني كان يعيشون في الغراء الآن يؤلون رسميا أن 23% فقط من الإيرانيين يشن في الغراء فكلهم هاجروا الغراء ومعنى الخراب والهدم كل شيء كل المحاصيل الزراعية وغير ذلك كما أن هناك غذية أخرى يعني معلومة أخرى اللي هذه المعلومات كلها جاءت من يئمة على لسان المسؤولين في النظام أو في صوف النظام يعني أو في الصوف العالمية هناك الآن ثلاثة آلاف من الغراء الإيرانية دكتور محمد التي أهالي هذه الغراء يشربون الماء من السهاريج يعني من خلال نغل الماء بالسهاريج يمكن لهم الحصول على الماء للشرب ثلاثة آلاف غراء إيرانية هناك غذية التلوث الذي أنتم في التغرير بشكل خاص ركزتم عليه هذه الغذية مهمة جدا أعلن معسومة ابتكار التي هي المسؤولة عن غذية البيئة في المستشار أو مصاعد روحاني أعلنت أن كل واحد من سبعة من البفيات تتعلق بغذية التلوث في إيران يعني واحد بسبعة من كل البفيات الأبناء الشاب إيراني يموتون بسبب التلوث ما هي أسباب هذه التلوث يا ديكسور؟ ويقولون أيضا في ما هو أسباب التلوث يعني؟ ما هي الأسباب التي تؤدي للتلوث؟ هل هناك أسباب كثيرة أو سبب واحد؟ نعم حقيقة لا حقيقة ليس هناك سبب واحد إذا أردنا أن نعرف الأسباب هناك أسباب إيدا لكن أهم سبب هو عدم اعتناء أو عدم مراعاة أولا التغنيات والمعايير الإلمية في غذية حفر الآبار هناك حديث عن حفر 30 ألف آبار في مختلف من الآبار في مختلف المعات الإيرانية وهؤلاء الذين يغمون بحفر هذه الآبار هم المنتمين للنظام إما بالحرس أو الملالي في كل منطقة في كل ناهية في كل إغليم هؤلاء هم يغمون بحفر الآبار بشكل نفعي تماما ولا يهمهم ماذا يحصل بالغنوات الموجودة بجانب هذه الآبار كلها تتجفف ومن خلال هذا طبعا أملية التسهر تستسع وبعد ذلك طبعا تأتي غذية التلوث يعني غذية التعرفون أنه قبل فترة كانوا يقولون أن فقط خمسة من المحافظات الثلاثين الإيرانية فيها عملية العواصف الرملية العواصف الترابية نعم لكن الرملية والترابية الآن يقولون أكثر من يعني 23 يعني تقريبا موزم المحافظات الإيرانية معارزة للعواصف الترابية لا يعني ذلك سوى التوسيع أو تبسع التسهر ومعنى أنهم غياب الغابات لماذا غابت الغابات؟ لماذا أنهوا الغابات؟ لأن الحرس يريد أن يحول الغابات إما إلى المدن أن يبني بنايات أو أن يحولها إلى مزارع دكتور أريد أن نركز قليلا في جانب إذا من يزور طهران على سبيل المثال قد عشنا في طهران ورأينا أن هناك سحابة كبيرة تخيم فوق المدينة وأن نسبة التلوث في هذه المدينة على وجه الخصوص عالية جداً ما هي سبب هذه السحابة السوداء التي تغطي العاصمة طهران؟ وهل لها دور في عزر وفيات؟ نعم هناك أيضاً نعم هناك أيضاً أصباب إداءة لكن أنا أقول لكم معلومة بسيطة لي جاءت أيضاً في سوف النظام في تهران العاصمة هناك حوالي حوالي ثمانية ملايين سيارات ودراجات بخارية نعم حوالي ثلاثة ملايين من هذه الدراجات وهذه السيارات لا توجد فيها تغنيات علمية ليس هناك رغابة على التغنية الفنية والإلمية في السيارات معنى ذلك أن هذه السيارات تلوث الجو تماماً نهيج عن وجود المعامل والمصانع في مهيط المدينة التي يختنها 12 مليون نسمة يا أستاذ محمد يعني 12 مليون نسمة يعيش في تهران وفي هذه المدينة هكذا العملية أدم احتمام النظام إطلاقاً أرجوك أن تسمح لي أن أعبر أما يختلج في بالي نعم والوقت هو لقى تاريخ الإيراني أستاذ محمد أنتم تعرفون جيداً أيضاً كانت هناك غزب المغول لإيران هؤلاء الذين جاءوا إلى إيران حقيقةً أحرغوا الأخضر اليابس كما يقال إنما نغرأ الآن الأخبار التابعة لغذية الكوارث البيئية حقيقةً أنا اشعرت بأن هؤلاء المغولين أيضاً من أبناء المغول هم جاءوا لينفعوا ولأن يعبثوا في الأرض فساداً ولا يهمهم ماذا يحصل في بلدنا ما يحصل أستاذ محمد في بحيرة أرومية التي تجففت تغريباً نهائياً هذه الأملية ستعدي إلى إثارة عواصف ملحية وهذه الأواصف الملحية ستدفع الناس ملايين من الناس اللي يأيشون في منطقة أذربيجان بمغادرة المنطقة لأنهم لا يمكن لهم أن يأيشوا في هذا المنطقة اللي فيها عواصف ملحية يعني إذا أردنا أن نعرف ماذا يعمل هذا النظام فلماذا حصلت ذلك؟ لأن الحرس عملت سدود أنتم تعرفون أنه في إيران في أهد الشعق كان هناك عوالي 50 سدود الآن هناك أكثر من 500 سد من بنى هذه السدود؟ هذه السدود بناها قوات الحرس مغار خاتم الأنبياء وهذه الأشياء التي تتبعها لقوات الحرس يعني هؤلاء هم يبدو أنهم الدخلاء على أبناء الشعب الإيراني على الشعب الإيراني والتاريخ الإيراني جاءوا ليهدموا كل شيء يا يهم ماذا يحصل بالشعب الإيران في مستقبل إيران هناك تعرفون هناك أمراض أستاذ محمد أمراض دكتور زاهدي أريد أن أستثمر الوقت نقرأ في الصحف الإيرانية منذ أكثر من 20 إلى 25 سنة أن هناك مشكلة بيئية في المدن الإيرانية وبعض المحافظات وأن النظام يعمل على حلها لم نرى أي حل حتى الآن ما هو أسباب يعني تخاذل النظام في حل هذه المشكلة؟ نستمع إلى إجابتك دكتور ويستمع المشاهدون لذلك بعد هذا الفاصل والذي نتابع فيه رصد لأبرز ما ذكر في وسائل الإعلام الإيرانية عن التلوث البيئي في إيران نتابع سويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ومعنا من باريس الدكتور سانا برق زاهدي دكتور سانا برق كنا قد سألناك عن مشكلة التلوث البيئي ليست جديدة وأنها ربما أكثر من 25 سنة وهناك حديث عن التلوث البيئي في المدن الإيرانية لماذا تخاذل النظام عن حل هذه المشكلة؟ نعم إذا سمحتم لي حقيقة نقطة لفتت انتباهي في خيارة التلوث إذا سمحتم لي أن أشير إلى هذه النقطة وبعدين أرد إلى سؤالكم يا أستاذ محمد أنتم تعرفون أن قبل فترة كما جاء في تغريركم كان مدينة الأهواز المدينة الأولى في التلوث في العالم صحيح تبقى في إيران أيضا قبلها بفترة أو بعدها بفترة كانت مدينة سنندج هي المدينة الأولى في التلوث في إيران اليوم يقال والمراغبة العالمية تقول أن مدينة زابل هي الأولى في العالم صحيح يا ترى أستاذ محمد هذه المدن الثلاثة أين تقع؟ مدينة زابل تقع في منطقة بلوشستان مدينة سنندج مركز أصمة كردستان ومدينة الأهواز مركز أصمة خوزستان نعم يعني كل هذه المدن الثلاثة تتعلق بالأغاليات الغومية صحيح وهذا يعني ما يعني معناه أن هذا النظام لا يهمه ما يدور في تهران ولا يهمه ما يدور في إصفان وفي مشهد سهيح لكن أهم من ذلك يريد أن يعمل كل هراك ودمار بأبناء الأغاليات الغومية يعني يا ترى أن هذه المدن الثلاثة كلها من الأغاليات الغومية وعندما فيما يتعلق بالسؤالكم سهيح أن المشكلة كانت منذ سنوات لكن المشكلة تفاغمت تفاغمت يوما فيوما فالآن المسؤولين كبار في هذا النظام يؤلون بملء ثمهم أنهم لم استطاعوا من حل أي مشكلة معسومة ابتكار التي هي المسؤولة عن غذية البيئة قالت بالكلمة قالت بالحرف مشكلة التلوث ومشكلة الكبارة البيئية غد تجاوزت الأزمة يعني لا نستطيع أن نعبر عنها بأزمة بل هي تحدي وطني لنا يعني التحدي للمسال الوطن هكذا تتعبر هذا الشخص وبعدين الشخص الآخر الذي أريد أن أغرأ بالذرط استسريه الذي قاله المدير الآخر للشؤون الاجتماعية في زرط الداخلية غالفي مؤتمر صحفي لا أستطيع أن أشير بعض الأرغام لأن الصحفيين موجودين موجودين هنا لكن وجود غالها كذا لكن وجود وجود 18 مليون شخص يعيش في العشوائيات في المدن ظاهرة خطرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وأمنياً يا ترى أن حتى الخطر الأمني لا يهم النظام في هذا المجال إنما نتكلم لا يهمه إلا النهب والسل هذا النظام لا يهمه إلا صرف خيرات وغيرات وغيرات الشعب الإيراني إما في المشروع النادي 300 مليون دولار يا أستاذ محمد وما يصرفه بأشرات المليارات في سوريا أو في اليمن أو في العراء أو في هذه الدولة هذا النظام لبغائه لا يهمه أي شيء إلا بغاء النظام حتى أولوا حلقة كل أبناء الشعب الإيراني نعم أشرتها دكتور زاهدي إلى البرنامج النووي الإيراني والسؤال هنا ربما ما هو رابط أو علاقة البرنامج النووي والمحطات النووية بما نشهده في إيران من تلوث بيه خاصة في المحافظات ومناطق الشعوب غير الفارسية نعم هيئة هذه النقطة مهمة جدا وجاء في تغريركم أيضا إشارة إلى هذا الموضوع أنتم تعرفون أن المحطة خاصة المحطة النووية في مدينة بوشير نعم في صاحل خليج هذه المحطة محطة قديمة جدا هذه المحطة بنيت في أهد الشعب والدراسات الدقيقة تقول أن هذه المحطة أصبحت محطة بالية معنى مستهلكة معنى ذلك أن هناك خطورة الإشعاع النووي في هذه المحطة وتعرفون لا سمح الله إذا هدفت مثلا حدث زلزال لأنكم تعرفون على الكل إيران على خط الزلزال العالمية ولذا لا سمح الله إذا هدفت شيء من الارتباك أو الزلزال في هذه المنطقة أو شيء كهذا ستكون هناك كارثة كبيرة مش فقط على مستوى إيران بل على مستوى كل دول المنطقة لأن السهايب التي ستخرج من هذه المحطة ستسود لا فقط إيران بل إلى جبال هيماليا وكل دول المنطقة لذا هذه الأملية أملية خطيرة جدا لهذا السبب نحن بصفتنا المقاومة الإيرانية وحقيقة من خلال تركيزنا للغذية الوطنية انطلاقا من فهمنا ومن تطلعاتنا الوطنية نقول يجب أن تكون إيران خالية من النوبي نهائيا لن يكون المشروع النوبي ولو كان مشروعا غير تسلييا لن يكون مشروعا وطنيا المشروع النوبي في إيران لا يمكن أن يكون لذا في البرنامج المبادل الأشرى التي أعلنتها سيدة مريم رجبي أعلنت أن إيران المستوى ستكون إيران خالية من النوبي لأن هذه أملية خطيرة جدا جدا في إيران هذا من جاه هناك أيضاً معلومة أنا كنت أود أن أشير ليها تفضل إذا سمحتم لي هناك بعض الأمراض والأوبة التي تم استئسالها منذ زمان في إيران بعد هذه الكبارث البيئية التي حلت بإيران بدأت تظهر هذه العوبة من جديد يعني أقصد أن هذا النظام الحاكم في إيران من جهة كما أشرنا من خلال القمع في مختلف الأوسط يغمأ الشعب إيدانيا ومن جهة أخرى كما أشرنا من خلال إهلاك الحرث غامبة بحدم التاريخ الإيراني وجغرافة الإيرانية وكل خيرات وثبات الشعب الإيراني دكتور زاهدي كيف يتجاوز الشعب الإيراني والمجتمع هناك مخاطر التلوث البيئي الذي يتسبب في موت عشرات الآلاف سنوياً حقيقة دكتور محمد لما ننظر شيء نظرة عميغة إلى ما يحدث من كوارث بيئية بفعل تصرفات لا إنسانية لا وطنية لهذا النظام نسأل إلى نستخلص نتيجة مفادها لا يمكن التخلص من هذه الكوارث ومن هذه المآسي إلا بالتخلص من هذا النظام حقيقة كل يوم يمر على الشعب الإيراني بوجود هذا النظام كلما تتفاغم هذه المشاكل وهذه المعاصي وهذه الكوارث لذا أنا إذا سمحتم لي أريد أن أقرأ فقرأ من المجلس للمغامر الإيرانية نعم الوقت سريع جداً نعم يقول هذا نعم نغلاً أن السيدة مريم رجبي أن كارث الجفاف في إيران بأن نتيجة سياسات نظام الملال اللغة تانية ولسياسات مسؤولي هذا النظام وقوات الحرس المتعمدة على النهبة والنعفئية والفساد الذي لا حصل له وهدر ثروات البلد في المشاعر النووية وتسليل الإرحاب والتطرف أن الخطبة الأولى لإنغاذ البلاد من الأزمة غير المسبوغة في تاريخ إيران هي إسقاط الفاشية الدينية الحاكمة وتحقيق الديمقراطية والسيارة الشعب على مغاليد الحكم هذا هو الطريق الوحيد للتخلص من كل هذه المعاصي وهذه الكوارث نعم سؤالي كان يا دكتور عن الشعب كيف الشعب يتجاوز المشكلة الحقيقية التي يعيش فيها الآن يعني ماذا يفعل الشعب لتجاوز مشكلة التلوث البيئي هذا سؤالي نعم أعتقد شاهدتم في المشاهد والأفلام والصور الناس يذؤون هذه الأكمام مثلا طبعا ما بصير التخلص من هذه المشكلة من خلال هذه الأساليب يعني كل مشكلة كبيرة في إيران ارتبطت بمصير هذا النظام يعني كلما خلي غذية التلوث جانبا نمشي إلى غذية المشاكل مثلا في النغل في المدن في تهران اللي أشرته إليه أناك ثمانية ملايين سيارات مستهلكة وبالية وكذا يعني كيف يمكن التخلص من هذه الرحالة لا يمكن دكتور زاهد اسمح لي يا دكتور زاهد مستحيل إلا بالتخلص من هذا النظام يعني كل أفضل كل الغضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية في إيران ارتبطت ارتباطا مصيريا بالغذية السياسية ألا وهو النظام الحاكم في إيران نظام الملالي نظام بلاية الفغي لا يمكن التخلص من هذه المشاكل إلا بتخلص من النظام وصلت الفكرة دكتور سانا بارك زاهد رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شكرا لكم